نذهب إلى عميد شحادي عميد أنت أمام حاجز قلندية كيف كانت عملية العبور عبر هذا الحاجز وكيف أثرت على الفلسطينيين الذين حاولوا العبور وسط الإجراءات ما هي الإجراءات التي كانت مفروضة هناك وعد آلاف الفلسطينيين وصلوا منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظات إلى حاجز قلندية الذي يفصل مدينة رام الله عن مدينة القدس ليس فقط هذا الحاجز بل أيضا حواجز أخرى في محيط مدينة بيت الحم كل الحواجز التي طربت المدن في الضفة الغربية مع مدينة القدس شاهدت وصول آلاف الفلسطينيين في محاولة للدخول والصلاة في المسجد الأقصى لكن هنا على حاجز قلندية وغيره من الحواجز النساء فقط من سمح لهم بالدخول من دون قيود إلى داخل مدينة قدس لصلاة في المسجد الأقصى أما الرجال من هم دون 45 عاما لم يسمح لهم نهائيا لا بحمل تصريح ولا بغيره من هم دون 45 عاما لم يسمح لهم بالدخول للصلاة في المسجد الأقصى وفقط سمح للرجال المسنين بالدخول للصلاة في المسجد الأقصى حتى النساء ليست كل نساء تتمكن من الدخول مع هذه الإجراءات التي تسميها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسهيلات هناك نساء يتم إعادتهن وهن كل النساء من أهالي الشهداء يتم إعادتهن ولا يسمح لهم بالدخول إلى المسجد الأقصى واحدة من النساء التي تم إعادتها بشو السبب اللي خلوك ترجعي زوجة شهيد عبد الرحمن العروري فقط لأني زوجة شهيد فقط لا غير وأنا عمر 52 سنة مسموحي للمرور لأنك زوجة شهيد رجعت ممنوع أمني كلي إرجعي يعني لفيت مرتين ووقفت عندهم وكثة شو سبب المنع كلي إرجعي فقط لا غير شكرا لك ليست هذه فقط المرأة الوحيدة كل النساء من أهالي الشهداء شقيقة شهيد زوجة شهيد أم شهيد أو أسير حتى لا يسمح لها للدخول وصلاة في المسجد الأقصى إجراءات مشددة عسكرية إسرائيلية مشددة هنا الرجال لا يسمح لهم الدخول فقط المسنين النساء فقط تتمكن الدخول والأطفال دون سن 12 عاما وعد شكرا لك عميد شحادي كنت معنا من أمام حاجز قلندية